اه سلام عليكم النهاردة. النهاردة هنشرح الحتة بتاعت الباكت اه تريسر زي بنشغلو. الباكت تريسر اول ما نستولو هو برنامج هبقى فاتح كده عامل زي السكرين الودامي دي بالزبط. تمام? هنا في بلانج حتة بلانج كده فاضية دي اللي هنرسل فيها بتاعت الدياجرام. هقول لكم الحاجات الاسسية فيها. تحت بقى دي اهم حاجة ده الذي هنحطها. اول حاجة هنا راوتر وبعدين وبعدين الهابز وبعدين وعيدين كابلز. دول اهم ثلاث حاجات هنحطهم. عندما ندوس على هيجيلك هنا في الناحية التانية هجيب لنا الموديلز بتاعة الراوتر ده الف تمامية واحد واربعين. الفين ستمية وعشرين وهكزا دول كل ده ده موديلز بتاعت الراوتر. لو جيبنا سويتشات اريد السويتش ندوس عليه. هجيلك فيه سويتش اللي هو الفين تسعمائة وخمسين. الفين تسعمية وخمسين تي ودي برضو كده او هكزا دي انواع السويتشات اللي ممكن نستخدمها لو جبنا الكابلز لان احنا نستخدم مين لتلات حاجات دول هنا هتلاقي فيه تحت هنا ده اوتوماتيك مش مش عارفين احنا ايه فنحط اوتوماتيك هنا ده الكونسول كابل وبعدين الستريت كابل وبعدين الكروس كابل دول اهم من تلاتة كابلز وبعدين هنيجي هنا في الاخر وهنلاقي ده لما يكون عندنا سيريال انترفيز تمام هنجيب اول الحاجة نحاول نوصل او نركب راوتر هنجيب الراوتر اهو في نصف الشاشة ونسيبه هنا كده في النصف نجيب راوتر كمان واحد كمان اهو تمام هنوصل الراوترين ببعض الراوترين ببعض لما نعوز نوصل لأ ممكن كمان نجيب سويتش دوسع سويتشات هنا ده السويتش هنجيب ننفع مسويتش كده الفوق ده السويتش اللا وبالاني هنوصل الراوتر ده بالسويتش وبعدين من السويتش هنوصل للراوتر فمحتاجين كابلات ايه لما الراوتر ده ديفايس دي تيrei والسويتش ده دي سيي اي محتاجين كابل هندور على كابل الستريت هنا هدي هو ده كابل ستريت هناخد الكابل من هنا هنلاقي البورت اللي هندي نوصلها حافو اثرنت 0.0 هنوصلها ببورتة على الراوتر. خلي بالكواو الوقت البورتتس عندنا بس على الراوتر ده عندنا اثنين بورتس بس عندنا عالسويتش ده بورتات كتير اوي هناخد كابل تاني باردو ستريت هنوصل بورت من بورتات بتاعة السويتش ديت على الراوتر تمام? ادي ده بورت تاني من بورتات بتاعة الراوتر دلوقتي احنا وصلنا الراوتر بالسويتش والسويتش وصلناه بالايه بالراوتر التاني. تمام? آآ دلوقتي هنبدأ نبص بقى على آآ ازاي نخش جوه الراوتر نفسه. هدوس دابل كليك على الراوتر ده. لما ندوس دابل كليك على الراوتر نفسه هيفتح لنا زي ويندو كده شكل الراوتر من ورا عامل ازاي? والكونفجريشن بتاعته عامل ازاي? من هنا ادي لو عايزين احنا مش نستخدم حتة دي. ودوت هنا هيتلع لنا الكوماند ويندو ودي كل الناس بيستخدم الكوماند ويندو. كوماند ويندو. لو بدأنا بصينا كده عمنا عليها. هنبدأ نشوف الراوتر ده بيكون فيجر ازاي? ندوس انتر كده. يجي لنا على اول مود اللي هو اليوزر مود. زي ما احنا قلنا الراوتر او الاي او اس في اربعة مود. اول مود هو ايه? اليوزر مود. تاني مود اينيبل. تبقى ابنا اينيبل. هيطلع عليه خش لنا على المود اللي بعده اللي هو البيبليج مود. البيبليج مود. هخش على المود اللي بعده. هدوس على ترمينال. ترمينال هيخش لنا على المود اللي بعده. تمام? ولو عايز اخش على المود الاخير بنقي حاجة عمل منها مسلا اخش على بتاعته. انترفيس ده راوتر مسلا سليل زيرو سلاش زيرو مسلا. ما فيش انترفيس بالاسم ده سليل زيرو سلاش واحد نجرب كده. برضو ما فيش انترفيس بالطريقة دي. هنزميها واحد. اه لا او معلوش معلوش سليل كان عليه فاست ايسر نت فاست ايسر نت. كده دخلنا جوه الانترفيز ده. يبقى احنا عدينا بالاربعة مودز. ادي المود الاولاني اللي هو اليوزر مود. تمام? المود التاني هو مود. دخلنا بعد من كتبنا الانيبل. المود التالت هو مود. اسمه مود. وده هو الرابع اهو. اللي هو لا اللي هو ده. وعدين دخلت على الانترفيس اللي جوه. دخلت بعلانية بحاجة اسمها روتر كتبت اسم الانترفيس فدخلت على المود اللي هو الرابع. كده هنتعرفنا على ايه الاربعة مودز. وازاي ننتقل من كل مود? نروح المود اللي بعدين. دلوقتي هعرفكم شوية بس كده في الاي او اس ازاي يعني نمشي من حتة لحتة. لو كبرنا الشاشة دي شوية كده عشان نبقى ايه قدامنا بقى الشغل ده كله. قديني هدوس بقى اجزيت اس هطلع من كل المودز دي. اجزيت. 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 كده انا خلاص بدأت من اول خالص اهو بدأت من. اه الروتر في ميزة. الروتر عمتن في ميزة. الميزة اللي هي بتاعت ايه? اول حاجة لو دوست علامة استفهام. يجيب لك كل اللي ممكن تتكتب في الحتة دي. يعني انت في ده ممكن تعمل وتعمل وتعمل ديس ايبل ديس كونكت ايبل اجزت الحاجات دي كلها ممكن تعملها من على ايه? من على ده. المود اللي بعده لو عايز تشوف المود اللي بعده تكتب وهو قد change علامة استفهام. يجيب لك كل المود بيها من على المود اللي بعد مسلا بقى في حاجات كمان لو كتبت مسلا شو. عايز عارف ايه اللي ممكن الكمالزي ممكن اعمل لها شو بدوس علامة السفهام برضو اجيب لي شو ايه اللي ممكن اتكتب بعدي. ده يجيب لي بقى كل الحاجات اللي ممكن اتكتب بعد شو. تجيبها لي بعلامة بالسفهام دايه. تمام? في بقى حاجة مهمة قوي الروتر ده بيكمل الكلام. يعني ايه بيكمل الكلام? يعني مسلا لو عايز اكتب آآ آآ اكتب كنف ماشي? وادوس آآ آآ زرور تاب. هيشوف لي ايه الكلمة اللي ممكن تكتب اولها كنف. رحوم كاملة. يكمل الكلام. كنف اسلا ترمينال اكتب وادوس تاب يكمل لي الكلمة بتاعت ايه تاب. يعني مسلا لو انا عايز اكتب كلمة شو اكتب مسلا بدل ما اكتب شو كلها اكتب اس اتش وادوس تاب. يكمل لي الكلمة اللي هي بتاعة شو كلها. تمام? دلوقتي هنتعلم بس شوية كمانز كده ازاي نحط اول حاجة ازاي نسمي راوتر. انا عايز اشيل كلمة راوتر دي واسميها باسم. دي هخش بقى على مود روح كاتب تمام? وادوس انتر. هكتب لو عايز اغير اسم الراوتر. اكتب هوس نيم. هسميه مسلا شريف. انتر. هيا سميه هوس نيم. هسميه مسلا سي سي اني اي? هوس نيم. سي سي ان اي. وادوس انتر. يسميه سي سي اني. عشان اغير اسم الراوتر. هكتب هوس نيم وروح كاتب ايه اسم الراوتر اللي بعده. تمام? دي اول حاجة ايه اتعلمتها ادوس عم تسفهام هيجيب لي كل الكومانز اللي انا ممكن ايه ممكن اجيبها اجيبها جوه الكومان ده. طيب لو انا عايز اطلع خالص برا بدوس كنترول زد. يطلعني برا خالص. ويرجعني تاني للايه? للمود التاني. تمام? كده احنا عارفتنا ازاي نسمي الراوتر. لو عايز اعمل باسورد من المود الاولاني لا للانيبل يعني المود اللي هو اليوزر مود. عشان نخش انايبل عايز اعمل باسورد. اخش عالكونفيجريشن مود تاني. هدي كونف. وادوس تاب يكمل الكلمة. ترمينال. وادوس انتر. رح كاتب انايبل باسورد. وارح كاتب اسم الباسورد اللي انا عايز احطها هكتبها مسلا ايه? هسميها مسلا سيسكو. تمام? وادوس انتر. كده انا حطيت ايه? حطيت بتاعة الانيبل. هدوس اجزت. عايز اطلع برا خالص اكتب اجزت تاني عشان اجرب الباسورد اللي انا حطيتها. دي اطلعت برا خالص. اكتب انايبل. موجود اول ما اكتب انايبل هطلع ليه الباسورد اللي انا ايه كنت مسجله. هتشوف دلوقتي اهو اكتب انايبل. قول لي حط الباسورد. رح حادث الباسورد اللي ايه سيسكو. هنا الباسورد في آآ مش بتحط نقط زي الويندوز. لأ هنا الباسورد بتت. اناك كده مش شايفة بالزبط. دوس انتر. كاتبت انا كلمة سيسكو دوس انتر. كتبها غلط. سيسكو تاني. كده دخل عال انايبل مود. يبقى احنا جات علمنا الكوماند بتاع الانيبل. تعلمنا ازاي نغير اسم الراوتر. لو انا عايز اشوه بقى اشوه بقى شوية حاجات لو عايز اشوه بقى الانترفيس زل على الراوتر. الراوتر اللي قدامي ده الانترفيس زل علي. اروح كاتب شو. انترفيس. تمام. وروح دايز انتر. يبتر يجيب لي الراوتر ده عليه. فاست ايسر نت زيرو سلاش زيرو. ده الراوتر والانترفيس ده لسه ده اون. طبعا هتعلم بعد شوية ازاي نخلي اب. والماك ادرس بتاعه هيقولك المك ادرس بتاعه اهو. تمام? ويجيب لك شوية ايرورز تحت لو في ايرور قابلها الانترفيس ده او عد عليه ايرورز. اجيب لك تحت هنا كده. تمام? ندوس سبيس نشوف لو فيه انترفيس كمان. يجيب لك يقول لك اهو انا عندي انترفيس كمان اسمها فاست ايسر نت زيرو سلاش ون. برضو هيجيب لك ان هي داون. تمام كده جيبنا الانترفيس اللي على اللي على الراوتر. لو انا عايز ادي بقى الانترفيس دوت. ده انا رجعت اهو تاني. لو انا عايز اشوف اشوف الكونفيجريشن بكتب شو. الراوننج على ايه? على الراوتر ده. دوس سبيس ادوس انتر. جيب لي بقى الراوننج هيرخصها لي كده وراه وعد. بيقول لك الانترفيس ده. مش 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 ليه ولا حاجة. والدوبليكس بتاعه اوتو. ده اما هاف دوبليكس اما فول دوبليكس. والسبيب بتاعه برضو هو اللي حددها. والانترفيس دي مقفولة. برضو الانترفيس التانية اللي هي فاست ايسر نت زيرو واحد. برضو لسه شات داون. بقيت طبعا دي هناخدها بالبت تفصيل واحدة واحدة على مدار الكورس. بس هو الاولاني. الحيط الاولانية هي ايه? كده احنا استعرضنا الراوتر ازاي نخش على بتاعته. نبص عليه تاني كده. احنا دخلنا على الراوتر اللي هو سميناه اللي هو دوت. سميناه دخلت عليه دوس دوبليك. فتح لويندو كده. الويندو ديت قدرت اخش عليها لو قلنا من خالص قلنا قدرت اخش عليها. تمام ما 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 بيكتبش هيكتب الوقتي اهو اجزت دوست انتر. ماشي ابتدري اخش هنا من اول خالص عليها خالص من اول. ابتدري اخش على الراوتر اكتب انابل كده دخلت من الوزر مود على المودل اللي بعديه هنا تسألني على باسورد ده اكتب الباسورد اللي هي كتسيسكو اللي انا كتبتها. لو بصينا على وانا بعمل دي سبليي لكون فيجريشن. هنلاقي اكيد الباسورد اللي انا كتبها دي. لان هذا من ضمن اللي انا كتبتها او قديني غيرت الهوست نيم. مكتوبة ان انا الهوست نيم بقى سيسي من ايه? مكتوبة ان انا بالباسورد الباسورد اسمه سيسكو. تمام? لو انا بقى عايز الغي الباسورد انا حطي الباسورد دلوقتي وانا عايز الغيها اعمل ايه? هخش برضو على الكون فيتي اللي هو الكون فيجريشن ترمينال واروح اعمل نو عكس بقى لانا كتبت نو انا بالباسورد سيسكو وادوس انتر. كده ما اراهاش ليه? نشوف دلوقتي. وطلعنا فوق هنا كده هنلاقي. نكتبها تاني. عملنا نو انابل باسورد تمام واروح كاتب كلمة سيسكو برضو مش عايز عمال. طب نشوف كده لو كتبت كلمة الباسورد بعد كلمة الباسورد. شو سعلم تستفهم? هيقول لي حط من كامل لكامل. اه ممكن انابل مساحة خلاص اكتب نو انابل باسورد خلاص. مش عايز اكتب باسورد نين? خلاص كده هي تشالت. لو عملت شو رانين كونفيجريشن. طبعا الموت ده ما فوش. هنطلع برة. هنكتب اجزت. جا رجعت عالشو كونفيجريشن اعمل شو ران. اهو بس هنا هنلاقي خانة الباسورد تشالت. ما فيش غير الهوست نين بس اللي انا ايه مسجله. لو انا عايز اصيب بقى كونفيجريشن بكتب ايه? كوبي. الرانين كونفيجريشن. كوبي مكتوبة غلط. كوبي. الرانين كونفيجريشن. في الستارت. هي هيكوبي الكونفيجريشن اللي في الرامات على الكونفيجريشن اللي فين في الان في رام. بس انتر. اقول لك عايز تكوبي. ياس. خلاص كده كونفيجريشن سيف لعملت ريلوود للراوتر هتلاقي ان الهوست نيم هيفضل هو هو سي 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 اناي. وهذا الجزء الاول. شكرا.